اشتركوا في القناة من خلال مؤسس التعليم من أجل التوظيف عن صيانة الأجهزة الخلوية فأنا صراحة شدنا الموضوع كثير كون قريب لتخصصي وحكيت خليني أسجل لأشوش يطلع لي فبالفعل تم قبولي في هاي المؤسسة والحمد لله أنا اليوم بقدر أحكي لكم أنه أنا تعلمت كثير شغلات بخصوص صيانة الأجهزة الخلوية اتعلمنا كثير مثلا كيف نفك الأجهزة نفكها كاملة ونرجع نركبها كيف نركب شاشات كيف نركب قاعدة شحن كيف نستخدم أدوات أول مرة نستخدمها مثلا كاوي الحام أنه أنا بحياتي ما استخدمت وكانت أول مرة أستخدمه من خلال هاي الدورة بنصح الصباياي اللي تخرجوا أنه ما يستنوا شهادة التخصصهم لحتى يشتغلوا أنه خليهم يدوروا حرف جديدة مثلا صيانة الهواتف صراحة إشي كثير ممتع وحلو أنه بالآخر نتعلم شغلة هي ما كانت موجودة بمجتمعنا كانت تحكر على فئة معينة لهم الذكور أنه بس للذكور لهم محلات صيانة الهواتف وكذا أنا بنصح صراحة أي وحدة عندها القدرة أنه يكون عندها مجال وطولة بال حتى لهاي الحرفة أنه تستخدمها بحياتها